هل هيبدأ برضو بشيكبالة كوينج ليفت ولا حسيت ان الشيكبالة هنا ما كانش على عدلته يعني شيكا طبعا بيلعب في اي مكان وتقلق وظهر بشكل جيد لكننا حسيت شيكبالة مش على عدلته يعني هو محتاج يعدل على يعدل لجوه الملعب يكون يلعب وينج رايد فرجليه الشمال في قلب الملعب جوه الملعب هل ممكن يبدأ عبطال الجمعة مثلا كوينج ليفت ولا هيبدأ بالنفس التشكيل اللي قال لفت يعني اعتقد الشيكبالة اللي هو في افضل حالته البدنية ممكن بيعتمد عليه بشكل أساسي شفنا ان هو ما شاركش في مباراة القمة الهائي الكاس عشان يعتمد عليه بشكل أساسي في مباراة شمالها طبعا وجوده كان يكون مهم ولكن كان اللقاء بنسبة كبيرة يعني زمالك افضل زمالك افضل يعني انت خلاص حسامت الامور بشكل كبير ما عندكش الخوف اللي يخليك ان انت تدفع بورع هجومية تانية وتخسارها في الدفاع طبعا كلها حسابات أجهزة يكون كان بيفكر لقدر الله لو حصلت عادل يقدر ينزل شيكا في الشوطين يعني يقدر يكون عنده أوراق رابحة بالزبط فأعتقد ان بنتفق معاك تماما في حتة ان شيكبالة على الشمال مش أفضل حاجة للشكبالة يعني مش التوظيف المثالي بتاعه ولكن هو في النهاية انا كمستر فريرا براهن على ان هو العيب عنده حلول العيب بيقدر يعمل ربط كويس جدا مع كل اللعيب اللي حواليه سوشي كبالة دائمين في الملعب الناس بتدور عليه بالزبط اللعيب بتدور عليه فهو حتى اللقاء اللي فات انا في كرة انا حسيت شي كم مش يعني قطع الملعب بكورته الشهيرة ما كان بيلعب وينج رايت كان بيقطع يرقص واحد التاني التالت وبيعدل بيشمله جون هو في الوينج ليفت لقى نفسه بيرقص 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 ورجليه مش على الجون فأملاعب الكورة لسايد نيمور فهو بعد ما وصل للمكان لو رجليه يمين على جون فهو عطل فهل ممكن نشوف مثلا تبديل مكان شيكا يخلي شيكا في الشوت التاني ولا ممكن نشوف زيزو وينج ليفت وشيكا يبدأ كوينج رايت في مكانه ولا يحافظ على الجابهة اليومنا بقوة هو ما اعتقدش ان فرير عنده استعداد ان هو يجازل بزيزو في مركز غير مركزه يعني خلاص هو شاف ان انت واحد في الحتة دي سوشي بيلعبه جوكر كتير اكيد بس على مدار المباراة يعني ممكن يستفيد بيه ويحركه اه يعني كمباغة للخص بالزبط اه يعني انت ممكن تنوع في الحلول الرجومية اللي عندك اثناء سير المباراة لكن الشكل اللي انت بتبدي مهم جدا ان انت خلاص انت الاستراتيجي اللي انت معتمد عليها اللي انا هتوصلني واحد اثنين ثلاثة ان انا اقدر اسجل مثلا جون بدري رياحة بنية وديبته بقى حاجة مهمة بالنسبة لي مهم جدا ان انا بحفظ لعيبتي مركزها فيه لعيبة يمكن زي ما بتقول محمد عبدالغاني يمكن حتى في مركز الستة بتقلق وبيقدي بشكل كويس جدا ان تطور على مستوى التسليم والتسلم صحين كان على مستوى ان انت بتجيب مساكن بتحطه في مركز في خط الوسط بتبقى مقلق شوية تعملوا طلبات تانية محتاج منه قدرات تانية مركز مختلف تماما فبالتالي انا عزيزو عندي متقلق في الجبهة اليومنا كجناح ايمن وبيعمل ربط كويس جدا مع سيف الجزيري مع شكبالة مع كل اللعبة اللي حواليه فاعتقد مع نمار نشوف سنائية كويسة جدا ما بينه وما بين نمار